ترفع لجنة الخاصة المشكلة لدراسة بيان الحكومة توصيتها اليوم إلى رئيس البرلمان تمهيدا لمناقشته خلال عامة الأحد المقبل وكانت اللجنة الخاصة قد أوصت خلال اجتماعه النهائي أمس بالموافقة على البرنامج ومنح الحكومة الثقة بعد مدولات استمرت عشرة أيام وهي المدة القانونية للرد على برنامج الحكومة أوصت اللجنة البرلمانية المشكلة لدراسة البرنامج بالتصويت لصالحه ومنح الحكومة الثقة لتنفيذ تعهداتها في مختلف محاول التنمية رئيس اللجنة البرلمانية ووكيل مجلس النواب السيد الشريف أكد أن التقرير النهائي سيتم ترحو أمام الجلس العام خلال الأسبوع المقبل بعد رفعه إلى رئيس مجلس النواب خلال أيام قليلة مشيرا إلى أن برنامج الحكومة جاء في 250 صفحة وتمت دراسته بدقة وموضوعية وحمل بعض النواب عدد من الملاحظات حول البرنامج الحكومي فيما يخص آليات تنفيذه خاصة ما يتعلق بمحاور بناء الإنسان وملفي الصحة والتعليم فهل المعدلات اللي موجودة دي هي معدلات وقعية؟ المغزون حيفضل زي ما هو فبالتالي أنا حيخد لـ 700 ألف فرصة عمل اللي دخل سوق العمل فالنسبة فيها كان فيها بعض اللابس فكان يجب على الحكومة توضيح إزاي حتقدر أن هي يضغطي فرص العمل الجديدة وأيضا تغطية فرص العمل المغزون اللي موجود من البطالة للشباب البرنامج طموح جدا جيد جدا إلا أنه يفتقد شوية آليات وشوية مدة زمنية لهذا البرنامج الطموح نتعشم أن يتم كما كتب لكن محتاج متابعة الحقيقة ومحتاج آلية تنفيذ سبق واضح البرنامج الحكومي الذي جاء تحت عنوان مصر تنطلق يتضمن خمسة أهداف أساسية وهي حماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية وبناء الإنسان المصري والتنمية الاقتصادية ورفو كفاءة الأداء الحكومية والنهوض بمستويات التشغيل وتحسين مستوى معيشة المواطن المصرية وتعهد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أمام البرلمان في خطبه بتنفيذ البرنامج الحكومي وصولا إلى تحقيق النمو المتوازن وبناء اقتصاد تنافسي ومتنوع وتحقيق تنمية عمرانية في إطار تلسيخ مبادئ المواطنة والتكافؤ الاجتماعي ترجمة نانسي قنقر